بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الأول من الدرس الثالث وهو بعنوان العمليات وخواصها على المصفوفات أهداف هذا الدرس التعرف على عمليات جمع وطرح المصفوفات وضربها في عدد قياسي وأخيرا ضربها في بعضها رقم اثنين التعرف على شروط جمع وضرب المصفوفات رقم ثلاثة التعرف على كيفية إيجاد أثر المصفوفة trace of a matrix وكذلك مدور المصفوفة رقم أربعة التعرف على خواص العمليات على المصفوفات وكيفية استخدامها في تبسيط الحسابات وأخيرا التعرف على كيفية تمثيل النظام الخطي على شكل مصفوفي في البداية متى تتساوى مصفوفتان equality of matrices لو عندنا مصفوفتان a و b متى تكونان متساوتين equal to each other أولا لابد أن تكونان من نفس المقاس m في n ثانيا تتساوى العناصر المتناظرة بمعنى aij يساوي bij بمعنى a11 يساوي b11 a12 يساوي b12 وهكذا فعلى سبيل المثال لو عندنا المصفوفة a فيها العناصر 213x و b2135 ما تتساوى a مع b إذا كان العنصر x يساوي نظيره وهو 5 في المصفوفة b لأنكم لا تلاحظون كل عناصر المتناظرة متساوية 22211 وكذلك 33 لم يتبقى إلا x لابد أن تساوي 5 جمع المصفوفات وطرحها بمعنى واحد إذا كان عندنا المصفوفة a والمصفوفة b من المقاس m في n أيضا شرط جمع وطرح المصفوفات لابد أن تتساويان في المقاس في الأبعاد عدد الصفوف وعدد الأعمدة ما معنى جمع المصفوفات هو جمع العناصر ما معنى a زائد b هو جمع العناصر المتناظرة بمعنى جمع a1-1 مع a مع b1-1 a1-2 مع b1-2 وهكذا والمثال الذي أمامنا عندنا المصفوفة سالب 1201 والثانية 13 سالب 1-2 ما معنى أن نجمع المصفوفتين معا أن نجمع العناصر المتناظرة بمعنى أن نجمع سالب 1 مع موجب 1 و2 مع 3 وهكذا ثم نبسط الحسابات سالب 1 موجب 1 0-1 سالب 1 و1 موجب 2 3 ضرب مصفوفة في عدد قياسي scalar multiplication إذا كان عندنا مصفوفة a وكان c أي عدد حقيقي فإنه معنى c ضرب a وكل عدد قياسي عدد حقيقي مضروف المصفوفة a معنى أن نضرب هذا العدد الحقيقي في كل عناصر المصفوفة على سبيل المثال إذا كان لدينا a المصفوفة الموضحة 1-2-4 سالب 3 0-1 2-1-2 وبي كذلك 2-0-0 1-4-3 سالب 1 3-2 وجد 3a سالب b 3a-b ما معنى 3a معناها أن نضرب العدد 3 في كل عناصر المصفوفة 3 في 1 ب3 3 في 2 ب6 وهكذا فتظهر لنا على الطرف اليمين حاصل ضرب العدد 3 في المصفوفة 3 6 12 سالب 9 0 سالب 3 6 3 6 المطلوب الثاني سالب b ما معنى سالب b أي نضرب المصفوفة b في سالب 1 بمعنى أن نغير إشارات كل عناصر المصفوفة b فتصبح سالب 2 0 0 سالب 1 4 سالب 3 1 سالب 3 ثالب 2 يعني العنصر الموجب يتحول إلى سالب والسالب يتحول إلى موجب المطلوب الأخير هو يجاد حاصل طرح 3a-b 3a حصلنا عليها في الخطوة a و3b و3b حصلنا عليها في الخطوة b فنطرح العناصر المتنظرة 3-2 يعطي 1 6-0 يعطي 6 وهكذا في باقي العناصر وكذا في باقي العناصر